ازايكم شباب عاملين ايه ربكم بخير من ساعات اصدرت قابل تحديث ايو اس 18 النسخة التجربية السبعة للمطورين واللي بيتوافق مع التحديث التجريبي الخامس للعامة لجميع المستخدمين المهم زي ما احنا شايفين حجم التحديث صغير نسبيا من 300 ميجا لحد 600 ميجا حسب نوع الجهاز بتاعك واللي طبعا ده بيدول ان التحديث هيكون بيركز اكتر على اصلاح الاخطاء بحيث يكون النظام اكتر استقرار مع بعض التغييرات البسيطة واللي مدلناه لو رحنا مثلا على سجل المكالمات فقابل للأسف حزفت ايكونة المكالمات من الوجهة الرسمية ولكن لو عملت سيرش هتلاقي ان ايكونة المكالمات ابتدت تظهر مرة تانية فنتمنى ان قابل تصلح المشكلة دي وترجع ايكونة المكالمات مرة تانية اما بالنسبة للمشاكل اللي تم اصلاحها واللي كانت موجودة في التحديث التجريبي السادس وهي ان كتير مستخدمين لاحظوا ان بعد اعادة تشغيل اجهزاتهم ايكونات الكنترول سنتر كلها اختفت ودي حصلت معي شخصيا واضطريت ان اضيفهم مرة تانية فبعد صدور التحديث ده جربت ان نعمل ريستارت للجهاز اكتر من مرة ولكن الحمدلله المشكلة دي تم حلها في التحديث التجريبي السابع اما عن المشاكل اللي مازالت موجودة حتى بعد صدور التحديث التجريبي السابع وهي المشكلة الخاصة باضافة الصور لو جينا مثلا نضيف صورة زي ما احنا ما شايفين هنلاحظ ان فيه تأخر في تحميل الصور بعض الصور بتاخد مدة معاينة من الوقت علشان تحميل زي ما احنا ما شايفين نفس الكلام لو روحنا على الاعداد بالمنظر ده وبعد كده روحنا على display and brightness بالمنظر ده هنلاحظ ان صور iOS 17 ما زالت موجودة لحد الوقت فغالبا الصور الخاصة ب iOS 18 هيتم اضافتها واصلحها مع التحديث الرسمي ل iOS 18 كذلك هنلاقي ان قبل اضافة شاشات بداية جديدة لبعض التطبيقات زي تطبيق التسكيرات وتطبيق Apple TV وتطبيق الخاص بالترجمة والفويس ميموز وكذلك تطبيق Find My كل دول طبع بما يدون احنا قربنا جدا من النسخة الرسمية تحديث زي ما قلنا كان هدف الاساسي منه هو ثبات اكتر للنظام طيب لو راحنا على التقوين بالمنظر ده هنلاحظ ان انا حاليا في الاسبوع التالت من شهر تمانية ففي احتمال صغير لصدور نسخة تجربية تمنى الاسبوع الجاي برغم ان مارك جورمان اعنى على حسابه الشخصي على اكس ان ايو اس 18 بيتا سيفن هي هتكون النسخة التجربية الاخيرة ل ايو اس 18 هتبدأ قبل تعمل على الاصلاحات قبل صدور نسخة الارسي في اول اسبوع او تاني اسبوع من شهر 9 علشان ده يكون تمهيد للنسخة الرسمية اللي هتصدر يوم 16 من شهر سبتمبر فعموما اللي مولح توضح اكتر في الايام اللي جاية هل في تحديث تجربية تامن ولا لا علشان كده لو كنت مهتم بالتحديثات واي شيء يخص بتحديث ايو اس 18 بتنساش تدعني اللايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اشكونا على خير سلام اشتركوا في القناة